السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم من تلفزيون الكوت شهدت أولى الجلسات الرمضانية لمجلس الأمة الموافقة على مشروعات بقوانين بربط ميزانيات 11 جهة حكومية والتوصيات الواردة بشأنها وإحالتها للحكومة فيما رفض المجلس الحسابات الختامية لأربع جهات حكومية هي هيئة الاستثمار والتعليم التطبيقي والتأمينات الاجتماعية ومؤسسات البترول الكويتية جلسة اليوم شهدت أيضا الموافقة على إحالة تقرير التشريعية بشأن القسائم والبيوت الفضاء إلى اللجنة المالية ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد مناقشة المداولة الثانية من قانوني العمالة المنزلية وديوان حقوق الإنسان وتعديل عدد من القوانين